طيب النهاردة الزكرة 148 لرحيل الشيخ سيد النقشبندي إمام المدحين وواحد من أهم الأصوات اللي كلنا متعلقين به اللي ابتهالاته مرتبطة في وجداننا كلنا بروحانيات شهر رمضان في مصر لما بنيجي نتكلم عن الابتهالات والتراطيل والتواشيح الدينية على طول هنفكر في النقشبندي الشيخ اللي عنده الحنجرة الزهبية عنده خامة صوت ذات نقاء عالي جدا هو صاحب مدرسة خاصة به مش حد شبهه ممكن نصفه بأنه الصوت الخاشع الكروان الرباني الشيخ سيد النقشبندي حينما نتحدث عنه مهما تكلمنا لن يوفيه الكلام حقه ولكن يعني بمناسبة ذكرى في قصة كده حب أتوقف عندها مع حضراتكم الشيخ سيد النقشبندي الملحن العبقري بليغ حمدي ممكن تقول إزاي ده يلتقي مع ده ولكن الرئيس السادات كان ليه رأي آخر كان الرئيس السادات بيحتفل بخطوبة بنته في الأناطر الخيرية وكان ما بين الحضور الشيخ سيد النقشبندي وكان موجود برضو الملحن الكبير بليغ حمدي وطبعا يعني تساءل أنور السادات وقتها هو ليه ما يحصلش تعاون بينهم وبين بعض الحقيقة النقشبندي على طول رجع يعني خاف قال يعني ازاي يعني أنا غني يعني ولا ايه يعني ده بليغ حمدي ده ملحن كبير وكل حاجة وسابق زمانه وعصره بسنوات ضوئية وطبعا الرئيس السادات هو عارف ايه مثل اتنين فيعني هو أحب أنه يبقى فيه لقاء كده زي لقاء السحاب فدعاهم لهم الاتنين أنه يعني يعملوا حاجة مع بعض أنه بليغ حمدي يعمل حاجة بصوت النقشبندي وتبقى حاجة يعني عظيمة ورح أنور السادات على طول مكلف وجدي الحكيم رئيس الإزاعة وقتها وقال له افتح لهم استوديو إزاعة وعايز أسمعلهم حاجة قريب طبعا في هذا الوقت ابتهالات النقشبندي كانت يعني عاملة يعني أثر كبير في الشارع المصري وكانت عبارة عن صوته بس ما فيش موسيقى معاه كان رفض تماما فكرة الموسيقى دي خالص هو بيحترم بليغ حمدي بس أنا مش عايز يعني أعمل ابتهالات على الموسيقى لما سمع رئيس السادات بيقوله كده حس أنه تورط كان ناوي يرفض بس مش عارف هو يرفض الموضوع إزاي ده عمر رئاسي على عكس بليغ اللي كان صوت النقشبندي من أصواته المفضلة وكان مرحب جدا بالفكرة وفرح جدا مليغ حمدي لما سمع التكليف من الرئيس السادات وقال له وقتها أنه هيعمل للنقشبندي لحنا هتتوارسل أجيال النقشبندي اللي كان رفض الفكرة تماما رح أبلغ واجزي الحكيم بدأ ولكن واجزي الحكيم نصحه وقال له لو رفضت الرئيس هيزعل الحل أنك تروح لبليغ تسمع لحنه لو ما عجبكش يعني امشي ولو عجبك كامل عشان ما تحركش كمان بليغ وقال له أنه لو اللحن ما عجبكش أنا شخصان اللي هبلغ الرئيس السادات من غير ما بليغ يعرف ومن غير ما عمل لك إحراج النقشبندي وافق في اليوم المتفق عليه رح هو واجزي الحكيم لبيت بليغ حمدي ومعاه كلمات عبد الفتاح مصطفى فعلا دخل النقشبندي الستوديو اللي موجود في بيت بليغ فضلوا الاتنين لوحدهم مع واجزي الحكيم بس بعد شوية هو واجزي الحكيم ثابهم وخرج تفوت ساعة واثنين والنقشبندي وبليغ حمدي في الستوديو جوه واجزي الحكيم استغرب هو ازاي النقشبندي يعد كله جوه ده المفروض أنه هو داخل عشان يرفض أصلا فقام عشان يدخل عليهم الستوديو لأ النقشبندي قالع العمة وشايل الجلباب وقعد منسجم على لحن بليغ حمدي وأول ما شاف واجزي الحكيم قدامه قاله تعالى يا واجزي اسمع اللحن بليغ ده جن ومن هنا خرجت لينا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي